يا موكب الضاد من بصرى إلى الصين سلطانة اللغة فوق السلاطين اللغة العربية العظيمة سلطانة لغات الدنيا استفاه الله تعالى كما استفى أنبياءه وملائكته وعباده الصالحين لتكون وعاء لكلامه الكريم فنزلت مع جبريل قرآنا ونورا وهدى للناس يتلى إلى قيام الساعة وخرجت من ثم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مسكا ينثر شذاها إلى العالم ويدعو بها إلى الإسلام تزين بها الشعراء والحكماء على مر العصور فنظموا الشعر وأنشدوه فعشقوا ومدحوا ورثوا وهجوا وقاتلوا وافتخوا ووقفوا على الأطلال أدهشوا الدنيا بألفاظها العذبة وبيانها المشرق ومعانيها الوافية وأساليبها الثرية وبلغتها المعجزة وإجازها المبهر حتى ليقال إن الجن نظم الشعر بالعربية وهي مع جمالها وعذوبتها ثابتة محكمة صارمة القواعد لا تشبهها لغة في الدنيا فاح من عبيرها الكثير من العلوم العظيمة كعلم اللغة وألفاظها والنحو والصرف والبلاغة والعروض ومنها برتبط بكتاب الله الكريم كالتجويد والقراءات والتفسير وهي جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي الحنيف فلا يتعبد إلى الله إلا بالعربية يكفيها فخرا وشرفا أن الله تعالى مدحها فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال في آية أخرى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون أي ليس فيه خلل ولا نقص وهذا يستلزم تمامه واعتداله واستقامته وكماله فمن السهل على الذكي اللبيب أن يتعلم لغة ما في شهر أو شهرين ولكنه مع ذلك يعيش عمره كله ويموت وهو لا يزال يستخرج من دررها ويكتشف من لآلئها وينهل من معينها العذب ما لا يعد ولا يحصى فيجب على كل عربي مسلم أن يفخر بلغته العظيمة وقد قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أي فيه عزكم وشرفكم لأن كتاب الله تعالى نزل بلسانكم وقد قال أحد العدباء إن العربي الذي لا يتقن العربية لا يعتبر غير مثقف فقط بل إنه تخلى عن جزء كبير من شخصيته ورجولته وشرفه لذا تتشرف قناة سلطانة لغات الدنيا بأن تنتسب إلى العربية العظيمة سنلقي الضوء بها على الشعر قديمه وحديثه وسنبحر بين أمواج الأدب المتلاطمة على متن أسطول عظيم من الأشعار والقصائل الساحرة لأكبر الشعراء وأعظم الأدباء سنقرض الشعر ونتسابق معكم في تأليفه ونسجه وإبداعه ونرحب بكل فنان أو أديب شاعر وننتظر منكم المشاركة الفعالة والنقد البناء جزاكم الله خيرا وطيب أيامكم كان معكم أشرف حامد إبراهيم